سيما الكلمة في بداية حلقاتنا النهاردة عن سعي الدولة المصرية علشان تربط التعليم بزوء العمل علشان أيضا توفر وتحسن جودة المخرجات التعليمية عندنا أيضا أضياء أخرى عادينا نقشة مع حضراتكم وهي تدعيم سوء العمل المصري بكوادر مؤهلة من خريجي مدارس التعليم الفني ومن خريجي الكليات التكنولوجية عشان كده يا مصطفى إحنا معنا نهاردة دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة عشان نتكلم معايا عن المحور ده وأهميته للمستقبل أهلا وسهلا حريكي دكتور أهلا وسهلا يا فندم بحضراتكم بكل السادة المشاهدين أهلا بك يا دكتور وفي البداية ربما إحنا عندنا الدولة هتمت جدا بقضية التعليم الفني وأوليتها أولوية مهمة جدا عندنا صناعة لكن الصناعة دي كان عندنا فيها مهندسين مؤهلين بالفعل عملنا إيه علشان نربط التعليم بسوء العمل من خلال التوزيع الجغرافي يعني من الملاحظ أنه في الفترة الأخيرة طبعا حصل للتعليم الفني تطور جزري الحقيقة إحنا كنا من فترة يمكن مش بعيدة قوي كان التعليم الفني تعليم ليس له أي مرضود على مستوى الفرض وعلى مستوى المجتمع وليس له أي جدوى ولا يشارك في مسيرة التنمية بفعالية ما فيش أي أثر لهذا النوع من التعليم في حياة مصر الاقتصادية والتنموية انتبهت الدولة مؤخرا لهذا الأمر وأخذت على عتقها تطوير التعليم الفني الحقيقة طبعا كانت البداية من خلال تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني الطالب كان قبل كده بيدرس مناهج قديمة جدا بيتدرب على مهارات ليس لها أي وجود في سوق العمل سوق العمل تطور بشكل كبير جدا وأصبح فيه أدوات وآلات رقمية بينما الطالب في مدارس التعليم الفني لسه بيتدرب على الماكينات القديمة وربما معطلة وما فيش ربط ما بين المهارات اللي بتعلمها في مدارس التعليم الفني التقليدية وما بين ما يجده في سوق العمل بعد التخرج وبالتالي كان الطالب بيخلص وبيخرج لسوق العمل فاقد للمهارات فاقد للمعلومات انفصال تام بين ما تعلموا وبين ما وجدوا في سوق العمل فما بيقدرش أنه هو ينخرط في سوق العمل حتى الخاص وبتبقى الشهادة بالنسبة له مجرد ورقة معلقة على الحال لأ دلوقتي أصبحت الدولة بتعطي لهذه الشهادة قيمة تعطي لهذه الشهادة معنى يبقى الطالب عارف أنه لما بيلتحق بمدارس التكنولوجية مثلا أو بيكمل منها بعد كده في الكليات التكنولوجية عارف أنه بيكتسب مهارة حقيقية لما بيتخرج من المدرسة أو من الكلية بيجد اللي يتعلموا في المدرسة أو الكلية موجود بالزبط في سوق العمل ويمكن ده السبب الرئيسي فيه أنه قطاع الأعمال نفسه أو سوق العمل نفسه شريك في إنشاء هذه المدارس والإشراف عليها والطلاب بيتدربوا في بيئة العمل الحقيقية وعلى الآلات الحقيقية الموجودة اللي هم بعد ما يتخرجوا حيشتغلوا عليها فأصبح الطالب دلوقتي مدرك أن الحاجة اللي بيتعلمها حاجة حقيقية بيكتسب مهارة فعلية هيتخرج هيلاقي شغل لأنه تدرب على الحاجات دي اللي هي موجودة أصلا في السوق وبقى عارفها وبقى فهمها كويس قوي وكمان في صلة بينهما بين سوق العمل لأنه زي ما قلنا بيتدرب فيه يعني الشركات وفيه المصانع الحقيقية المناهج اللي طورتها وزارة التربية والتعليم يمكننا لها ملاحظة عليها أنها في منتهى الجمال يعني لأنه الطالب كان بيدرس في مدارس التعليم الفن التقليدية مهارات زي ما قلنا وإن كانت غير بعيدة يعني غير متصلة بسوق العمل إلا أنها لا تتعدى المهارات والمعلومات البسيطة وكانت اتجاهاته نتيجة أن المهارات دي مش مواكبة للسوق العمل اتجاهاته سلبية ناحية التعليم الفني كله مش حابب المصار اللي هو التحق به وشايف أنه بس بيقضي وقت بيخلص التلات سنين بتوعه في المدرسة الفنية علشان في النهاية يحصل على الشهادة يبقى اسمه حاصل على الشهادة وخلاص هذه الاتجاهات السلبية الدولة في تطويرها لمناهج التعليم الفني وفق منهجية الجدارات اهتمت بتلت عناصر أساسية اهتمت بالعنصر الأول اللي هو المعارف لابد أن الفن ده يكون بيمتلك قدر من المعارف الحديثة أي المرتبطة فعلا بالواقع وقدر من المهارات اللي هتؤهله العمل مع الآلات اللي هيشتغل عليها أو مع أدوات العمل اللي هو متخصص فيه والاتجاهات ودي النقطة الأهم والأبرز في تطوير منهج الجدارات أنه هو بقى بيهتم باتجاهات الطلاب نحية التعليم الفني أو نحية المصاري التعليم اللي هم التحقوا به يعني ايه دكتور يعني عرف لنا موضوع الاتجاهات ده أكثر الاتجاهات احنا هنا اشتغلنا على الجانب الوجداني والجانب النفسي يعني ما اهتمناش بس بالمهارات وبالمعلومات اللي هيكتسبها الطالب وإنما باتجاهاته الإيجابية إن احنا عايزين نكون اتجاهات إيجابية من الطالب ده نحية الدراسة اللي بيدرسها ونحية التعليم الفني عموما وأهمية ده وإن ده هيفيده إزاي فبتبقى اتجاهاته إيجابية نحية العمل والمصاري اللي هو التحق به في التعليم الفني ده بيخليه أكثر انتاجية أكثر إقبالا على الدراسة أولا ثم أكثر إقبالا على العمل بعد كده أكثر التزاما أكثر حرصا على التعليم المستمر والتطوير يعني الالتزام في العمل بعد كده والانتاجية العالية والدقة والكفاءة مرتبطة ارتباط كبير جدا بالعامل النفسي وباتجاهات العامل بعد كده لما يشتغل في مصنع اتجاهاته الإيجابية نحية العمل وله اللي بتعمل عليه زي ما قلنا منهجية الجدارات اتجاهاته الإيجابية هتزود الانتاج وهتزود الدقة والكفاءة في الانتاج وهتدعم مسيرة التنمية بشكل كبير جدا ده في حالة أن الطالب التحق بالفعل بالمدرسة ساعات بيبقى فيه دغوط مجتمعية أنه لأ لازم يدخل تعليم سنوي عادي أو لازم يدخل الجامعة على طول علشان يبقى المظهر الاجتماعي أفضل فكرة أنه المجتمع كله فكره لازم يتغير وأن احنا نبقى ما عندناش بس مركزين في شكل الوجهة الاجتماعية والوجهة موجودة احنا خارجين مدارس محترمة بتربطك بالفعل بسوق العمل وبتشوف أحدث حاجة ده أكيد أفضل بكتير قوي من أن أنا يبقى عندي شهادة وأنا مش بعرف أعمل أي حاجة بيها ومتعلقة إن علقتها أصلا بالضبط يا فندم وطبعا إحنا عايزين نشير برضو المحاور التي تبنتها الدولة لتطور التعليم الفني أحد أهم المحاور دي وتغيير الثقافة ثقافة المجتمع ونظرته السلبية للتعليم الفني لشيء آخر إيجابي وطبعا التعليم الفني كانت النظرة سلبية لولي لأنه زي ما قلنا مالوش علاقة بالطالب بيدرس حاجات ملاش أي علاقة بسوء العمل فبيحصل على الشهادة ويقعد في البيت فكانت النظرة لهذا الأمر سلبية لكن المجتمع المصري مجتمع واعي يعني هو عارف إنه إذا كان لهذه الشهادة جدوى وإذا كان حيتخرج من المدرسة دي أو من الكلية التكنولوجية ويشتغل فده بالنسبة له شيء مهم جدا وشيء عظيم جدا وده كفيل إنه يخلي نظرته لهذا النوع من التعليم نظرة إيجابية الدولة برضو تأكيدا لكلام حضرتك يعني أوجادت بقى المصار اللي هو الكليات التكنولوجية أنت بس لو مش حابب تكتفي به المدرسة وحابب تكمل وتحصل على البكالوريوس فقدامك الكليات التكنولوجية عشان برضو الوجهة الاجتماعية وتبقى حاصل على كلية يعني أتاحت لك الفرصة إن أنت ترتقي في السلم التعليمي للحصول على البكالوريوس ثم الماجستير المهني من الكليات التكنولوجية فالمرضود اللي الطالب بيشعر به وولي الأمر بيشعر به بعد كده إن الطالب بيجد فرصة يتعمل مناسبة ودخل مادة سابت وإنه كمان قدامه فرصة إنه يترقى لدرجات علمية أعلى ويتسب خبرات أكبر دي كلها برضو سهمت بقدر كبير في تغيير ثقافة المجتمع ونظرته إلى التعليم الفني وزي ما قلت لحضرتك دي كانت فعلا من أحد المحاور اللي اشتغلت عليها الدولة بالإضافة طبعا للحديث عن التعليم الفني وممكن إحنا لاحظنا ده في الفترة الأخيرة أصبح الإقبال من الطلاب وأولياء الأمور على مدارس التكنولوجيا التطبيقية والكليات التكنولوجية كبير جدا كبير جدا وزيت في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا العالم الغربي مهتمد ده إزاي؟ يعني عندنا مثلا دولة زي ألمانيا وهي قلعة الصناعة في ألعال بتخرجت دي مهندسين وبتخرجت دي فنيين واهتمامها إزاي بقضية التعليم الفني باعتباره ركيزة الصناعة على سبيل المثال؟ التعليم الفني فعلا هو قاطرة التنمية يمكن إحنا حصل عندنا تحول فيه النظرة للتعليم عموما والتعليم الفني على وجه الخصوص يعني خلينا نقول كده كان مثلا يقولك أن أنت تتعلم فاطلبوا العلم لذات العلم لا لشهادات وآراب أخر لا بقنا دلوقتي مؤمنين بأهمية العلم في بناء المجتمع بالعلم والمال يبني الناس وملكهم لم يبنى ملكهم على جهل وإقلال يبقى إحنا بقنا مدركين أكثر إدراقا أكثر إدراقا لأهمية العلم في بناء المجتمع وإن إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نطور نظامنا التعليمي سواء التعليم العام وبالمناسبة حتى التعليم العام الجماعات الأهلية اللي أنشئت دي أنشئت لخدمة المجتمع المحلي الموجودة فيه طبع يعني فيها تخصصات كل جامعة أهلية بتتميز بتخصص معين ملائم للبيئة اللي وجدت فيها هذه الجامعة فالربط بين التعليم وسوء العمل ليس فقط في التعليم الفني وإن كان ده الأبرز والمجال الأبرز يعني لربط التعليم بسوء العمل ولكن أيضا في التعليم العام تحتم تحديث المناهج واستحداث برامج مواكبة للتغيرات اللي بتحصل في العالم زي مثلا كليات الزكاة الاصطناعي المستحدثة لأن دي الصورة القادمة الصورة الرقمية وصورة الزكاة الاصطناعي فالتعليم كله النظام التعليمي كله أصبح بيضع عينه على المستقبل وفيه استشراف للمستقبل وفيه نظرة للتخصصات الحديثة ومحاولة دمجها سواء في التعليم العام أو في التعليم الفني حتى التعليم الفني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية فيه تخصصات للزكاة الاصطناعي وتكنولوجيا للاتصالات وغيرها احنا كان عندنا تخصصات يمكن كان الاتقانها أو الاشتغال بهذه التخصصات زي الدهب مثلا يعني بيقتصر على الذهاب للورشة وأن انت تتلقى المعلومة من الحرفي الأديم يعني لا دلوقتي بقت منظمة أكتر وبقى لها مدرسة وبقى لها مناهج وبقت بتدرس بشكل علمي أفضل وبتخرج لنا خريج متقن لهذه الصناعة على أسس علمية ومهارية ووجدانية سليمة ودي الخطوة اللي احنا كنا بننتظرها من زمان لأنه ما فيش تنمية يعني من غير ما تكون بتستند لأسس علمية وأسس تعليمية سليمة طيب يا دكتور يعني زي ما بنقول أن الطلاب عشان يلتحقوا بالمدارس الفنية هم مهتمين وعينهم على سوء العالم العكس بقى أعتقد سوء العمل كان عنده مشكلة كبيرة جدا في أنه ياخد طالب مؤهل قاعد فترة طويلة جدا الولاد بتدور على شغل مش لقية لأنهم مش مؤهلين وأصحاب العمال بيدوروا على عمالة مدربة تقدر تشتغل شغل محترم وملتزمة وما بواصل آلات ويبقى عندها القدرة الإنتاجية العالية وهم كمان مش لقين كان فيه فجوة كده في النص مش عارفة تتميلي أبدا بالضبط ويمكن التطوير اللي حصل ده هو هدف منه تقليل هذه الفجوة كمان مش بس كده ده كمان الاستثمارات الأجنبية يعني لو فيه مستثمر أجنبي عايز يفتتح مصنع أو يعمل مصنع ينشئ مصنع في مصر كانت هتواجه مشكلة الأيد العاملة كان هيستوردها مع الآلات والمعدات وده كم بيحصل تمام فدلوقت لأ احنا بنوفر لك العمالة المدربة والفنية المتخصصة فأصبح عملية الاستثمار نفسها الاستثمار الأجنبي كمان أسهل فاحنا كده بندعم الاستثمار وبندعم الصناعة المحلية بعنصر بشري قادر على أنه يطور هذه الصناعة وقادر على أنه يساهم في تنميتها وطبعا ده توفير كمان لصاحب العمل نفسه لما بنوفر له الأيد العاملة المدربة ده بيزود إنتاجيته وبيحقق له مكاسب كبيرة علشان كده الشركات أدراكت هذا الأمر وأصبحت بتنشئ مدارس وبتضرب الطلاب في شركتها وفي مصانعها علشان تضمن مستوى هذا الخريج وفور تخرجه ويبقى هي كده الشركة كسبانة أن هي تضرب تحت إيديها وتحت عينيها وكانت متطلعة على كل كبيرة وصغيرة في إعداده وتدريبه وتأهيله فبتقبل عليه بعد التخرج وبتاخده يشتغل معها وبأكد حققنا مكاسب ليه كل الأطراف للطالب وللنظام التعليمي نفسه أنه بيتطور باستمرار وكمان لسوق العمل لو هندي رشدتة أو نصيحة لولي الأمر أو للطالب ونقول له عندنا مدارس تكنولوجية أو كليات تكنولوجية متخصصة نقول له أنواعها إيه؟ نقول له جغرافياتها أو أماكنها الجغرافية عاملة زين؟ نقول له تخصصاتها عاملة زين؟ الحقيقة تخصصات كتيرة جدا وزي ما قلنا فيه طبعا دول وقت المفروض في 2023 عندنا المفروض 52 مدرسة تكنولوجية على 14 محافظة عشانا يعني بشاء الله الخريطة يعني تكتشم دول جدا كان 48 السنة اللي فاتت ودلوقات 52 الكليات التكنولوجية كانوا سابعة والمفروض في 2023 كليات تكنولوجية التخصصات كتيرة جدا يمكن شاملة لكل كل النشاطات الصناعية وحتى الفندقية والصناعات الكهربية والسيارات والاتصالات والزكاة الاصطناعي كتيرة جدا وصناعة الأغزية وبشكل كبير جدا فيه تنوع كبير جدا فيه المجالات المهنية اللي بتهتم بها هذه المدارس وهذه الكليات واللي عايزين نقوله ان احنا عايزين يعني نغير ثقافتنا من التحديد مصار واحد للنجاح ان الطالب عايزين نبقى فيه استقلالية استقلالية في الطموح واستقلالية في الأهداف أهدافي تكون مستقلة وفقا لقدراتي وطموحاتي أيضا تكون مستقلة مش لازم أربط نفسي قدراتي وطموحاتي بقدرات وطموحات الآخرين اللي كانوا بيطمحوا للدخول لكليات الطب مثلا والصيدلة والهندسة فالتحقوا بالسنوية العامة علشان يحصلوا على هذا المصار فلا احنا عايزين يبقى كل واحد مستقل في قراراته أهدافه وطموحاته والكليات التكنولوجية بتتيح فرص عمل متميزة جدا ومصارات للنجاح والتفوق عظيمة جدا وفرصة كبيرة جدا هي لسه كمان في بدايتها يمكن كمان يعني التعليم فيها بيتيح للطالب انه يحصل على الماجستير فده حاجة مهمة جدا وانت بتحصل على درجات علمية أعلى وانت بتحصل على تدريب يؤهلك مش بس للعمل في مصر انت لو حابب تسافر برا وتشتغل في شركات أجنبية هتلاقي فرص عمل كتيرة جدا وهتلاقي فيه ترحيب كبير جدا بيك لان انت بتمتلك مهارات ذات طابع عالمي وليس طابع محلي ودي نقطة مهمة جدا على أي حال يعني المدرسة الفنية التكنولوجية بالتأكيد هي إضافة حقيقية جدا للسوق المصري إضافة لمجال التعليم في مصر احنا ربما في صباح الخري مصر السنة اللي فاتت عملنا عنها تغطية كبيرة جدا وزرنا عدد كبير من هذه الكليات والمدرسة التكنولوجية فعلا فخر المصر مجالات كتير جدا زي الصناعة الدهب السسمارات الزكاء الاصطناعي كل دي الدولة المصرية داخلت فيها في مجال التعليم دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس الترباء والمساعد في كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القارة اتكلم معنا بالتفصيل في كل هذه الملفات نورتنا دكتور روش عرفتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا